اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب ان الاسس التي وضعها رواد العمل التشريعي والرعيل الاول من البرلمانيين شكلت القواعد التي انطلقت منها التجربة الديمقراطية وتأصلت من خلالها الممارسات الدستورية حتى بلغت النهضة التشريعية في مملكة البحرين مدى متقدما من الريادة والتميز في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى واشارت معاليها الى ان تحقيق التقدم لمسيرة العمل الديمقراطي ترتبط بتكامل التجارب البرلمانية المتعاقبة وتراكم العطاء والمنجزات كما تقوم على تعاون السلطة التشريعية مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يحقق الغايات المشتركة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيسة مجلس النواب الرئيس الأسبق لمجلس النواب معالي سيد خليفة بن أحمد الظهراني ومن جانبه أعرب معالي سيد خليفة بن أحمد الظهراني عن بالغ التقدير والامتنان لمعالي رئيسة مجلس النواب على هذه المبادرة الطيبة التي تعكس الحرص على الاستفادة من الخبرات السابقة من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى مشيدا بما تحقق للمجلس من إنجازات وطنية ومنهجية عمل شاملة ومتكاملة ترجمة نانسي قنقر